السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي اللغة الانجليزية للصف الثالث متوسط رح اشرح لكم قاعدة السو والنيذر وبنفس الوقت مرشحات وزارية لها الدور الثاني السو والنيذر مية بالمية يجيب لكية يعني سؤال او فرع نقول عليها السو والنيذر السو تستخدم مع الجملة المثبتة القاعدة مالتها سو زائد فعل مساعد زائد فعل يعني بس تشوفوا الجملة مثبتة تستخدم سو يقول لك اي ام هابي تو سي يو اجين ام اي سو لونيذر بوعد جملة هذي بيها من فيه لا اذا هذي الجملة مثبتة انا قلت السوئل من تستخدم للجملة المثبتة شوف هنا اذا لم نجد فعل مساعد يعني اذا ماكو فعل مساعد شين الافعال المساعدة الام وال الوير والواس والار والإز زين هذي لدي افعال مساعدة اذا ماكو بالسؤال شين قول نستخدم احد الافعال اللي هي دس ودد ودو حسب زمن الجملة والفاعل اذا كان زمن الجملة مضارح نستخدم دو ودس مع الفاعل المفرد ونستخدم دس والفاعل الجمع نستخدم دو اذا كان زمن الجملة ماضي نستخدم دد شوف يعني شنو معناها يعني اذا كانت الجملة بالماضي نستخدم دد شون عرفة ماضي اكو دلائل او اكو اضافة اي اي دي فاذا دلائل لاست ويستردي و او جو تعريق قديم هذا وشوفين الفاعل بادي كله هذا جملة ماضي بسيط نستخدم دد اما المضارع البسيط نستخدم دو و دس الدو الاي والذي والوي واليو والدو دس هي و شي و ات بس ناخذ امثلة وانت تفتيم اكثر يقول لك اي لايك سبورت كارس سو دو لو دد لو دس ابا واحد جملة هالي جملة مثبتة لو من فيه جملة مثبتة زين وياك جملة مثبتة فقالي للاي وهذا بالمضارع الاي شياخذ سيقول سو دو سو دو لا دد ولا دس سو دو قلت حسب زمن الجملة والفاعل اذا كان زمن الجملة مضارع نستخدم دس و دو مع الفاعل اذا نستخدم دو الفاعل الجمع نستخدم دو زين اذا باوع اي لاك سبورت هذي شنو هذي الاس هذا جمع قلت لك تستخدم دو وانت قلت لك هنا الفاعل اذا كان الفاعل الجمع نستخدم دو باوع هذا الفاعل يقول I like sports جمع هاي الجملة جمع يستخدم do يقول لك they attend the meeting I so do لو so so did بوع إضافة ed قلت لكاني بإضافة ed نستخدم did so did شون عرفته من إضافة ed يالله أخذوا لسكرين حتى ننتقل إلى الورقة اللي بعدها تمام neither neither تستخدم مع الجملة المنفية neither المن تستخدم مع الجملة المنفية شنو موقعها أو قاعدتها neither تفعل مساعد زائد فعل مساعد زائد فعل I'm not afraid of rats answer using solo neither يقول لك استخدم هي جملة منفية من عرفتها من كلمة not تستخدم solo neither لا أقول neither am I شون عرفتها neither يقول لك neither هذي كتبتها شون عرفتها neither من كلمة not شبيها هاي الجملة منفية في حالة النفي استخدم neither يقول لك I don't mean deflies so do I لو neither do I كلمة don't منفية نستخدم neither do إذا كانت الجملة منفية ولا تحتوي على أفعال الكينون ال is وال r وال m فعند الموافقة نستخدم neither do I وعند الرفض نستخدم I do الموافقة agree والغير والرفض disagree إذا عدتك بالجملة agree يقول لك I don't like camels agree by using نقول لك so or neither agree يعني موافقة وبالجملة الملفية شنستخدم لها neither do I نجعله إذا أخذوا لها صورة هذه ثانية يقول لك I don't like camels disagree disagree يعني عدم الموافقة وقال لك استخدم solo no إذا أقول لك I do بس هاي إذا كانت الجملة منفية إذا كانت الجملة مثبتة ولا تحتوي على أفعال الكينون ال r وال m وال is فعند الموافقة نستخدم so do I وعند الرفض نستخدم I don't يقول لك I like camels agree by using so or neither شنستخدم so do I من عرفته من كلمة agree الموافقة يقول لك I like camels disagree disagree ومستخدم so no نستخدم I don't ليش عرفته لين عدم الموافقة يعني الرفض disagree نستخدم I don't يعني هاي سوي نايدر كلش مهمات أو وزاريات ثالث متوسط إنجليزي إن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر